لدى استقبال سموه للمبعوث الرئاسي الفلبيني استذكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر نتائج زيارة ناجحة لفخمة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين إلى مملكة البحرين مؤخرا وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي يوالي الرئيس الفلبيني بذلها لتحقيق التنمية والاستقرار في بلاده فيما نقل المبعوث الرئاسي لسموه تحياته وتقدير فخمة الرئيس الفلبيني وتطلعاته لتلبية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الدعوة الرسمية الموجهة لسموه لزيارة الفلبين وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل صباح اليوم في قصر القضبية معالي سيد أمابيل أغيلوس مبعوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يقوم بزيارة إلى مملكة البحرين حاليا وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور الاستثمارات في القطاعات المختلفة بين البلدين في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وقد جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأشهد سموه بما يشهده التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة من نماء مستمر يجسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية الفلبين الصديقة والبناء على ما يجمع البلدين من روابط متينة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية مشددا سموه على أهمية الاستفادة من الإمكانيات التي يمتلكها البلدان في مد مزيد من جسور التعاون التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في شتى القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المبعوث الرئاسي الفلبيني بنقل تحياته إلى فخامة السيد رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة وتمنيات سموه له وللشعب الفلبيني الصديق بدوام التقدم والازدهار من جانبه أعرب دكتور أمابيل أغيلوس عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على الجهود التي يقوم بها من أجل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مؤكدا أن العلاقات البحرينية الفلبينية تشهد نماء مستمرا يعكس مدى علاقات المحبة والتفاهم بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين معربا عن تمانياته أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل الذي يصب في تطوير مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات